في ثلاث مجلدات من الفرح حين تعرض لضبط وتشسير مصطلح أو لغة البضر في الدرس قال في مناسبة للغاية البضر هو ما يبقى بعد القنقر الرضو من البضر الذي يبقى اسمه البضر وهذا غير صحيح في المنظر الثاني المجلد البضر قال البضر تسكين البار والطار المشالة البضر هو محل البضر من البضر المحل المكان الذي يحدث في القضر عشم البضر وليس العضو هذا ليس صحيح أصاب في المرة ثالثة منتبه قال البضر هو العضو الذي يرخ منه ما يبقى عنه يعني عند ختام الناس فإذا كان فقير وإمام وعلمك هو اللغوي وإذن حقه هو دمين فيكون سابق صاحب قمو ستمت عليه شخصيا إذا كان ليس نصب وعياً علمياً واضحاً بهذا الشيء الذي يتحدث عنه فأنا إذن سأتبايع واقع مباشرةً وسأقول أنا آسف لا أستطيع أن أقول منك الآن نصيحة فقية أو حتى فطوراً فقية للمسألة لأن نبدوكم على الشيء فرع تصولي لذلك أيضاً سأستطلب واسمحوني واسمحنا يا أيضاً لكي أقول عالم فقير قبل أن يتكلم في هذه المسألة أن يسأل علماء التشريف وعلماء وضاءة العضاء وعلماء الجنس ويقول لهم أعطوني فكرة واضحة ما هو هذا الرغم الذي يمطع منه المطع المطرطوي يا بريبيوس وما معنى الشفرين أو الشفتين الصبريين والشفتين الكبريين ما الفرق بأي النهبل بأي النهبل والخمي الدهليف ما هو الدهليف ما هو الرمناب مصطلحات العربي هم نقابل إن شاء الله إذن بالتحديد نقول على الفقير قبل أن يذهب بدل ويدي باين ابتداء كبير الله عليه أن يرهد إلى أهل الاختصاص فاسألوا أهل البكر إن كنتم لا تعلمون استصبوا معكم المثال الذي أوردته على الحافظة العظيم إبن حجر عصراني كان إبن حجر فكيف مطاء العصر لن أقل لكم هذا الطرق وما تسمعكم فقهاء العصر شيء يضحن الثبلة ويبكينه ما تفعله؟ الأمر لا يبتزع العصر الشديد لأن بعض الناس يقول أخذ فلان وكذب فلان وقال لكم المسألة بالأشخاص المسألة بالتحقيق الصحيح الضالف النساء العلمية وبصرامة منهجية لا تقبل أن لا هو المجملات لا بد أن يعون الفقيد إلى البرماء ذوي الإقتصاص ليسألهم ما هو المرض وهل هو عد من زائد مثل أبنكسة زائد الدوزية مثل ماندكسة هم في تحت أي سبب نقطعه ونخلص منه موظفته ماذا هو كالضرب لماذا لحب الله المرض بهذا الوضع إلى آخره سيكون هذا الجواء مختصة الوقت يأتي ذا للتفصيل هذا العضو أيها الأخوة مثل العضو الرجل تماماً المنشأ التكويل أو التكييم التكويل أو المنشأ الجنيدي واكد لكن يلقف عند المرأة في مرحلة معينة ولا يتطور ويستمر التطور في الرجل إلى مرحلة أبنكسة وهذا المنشأ يشبه رضو قدناً تماماً ويغطى بهذا الغلاف كما يغطى رضي عمر الرجل وفي رأسي وهي كله في نهايات عصبية شديدة للتحكس شبك الأعصاب أيها الأخوة قوية جداً جداً أكثر من أعلى رجل بثلاثة أبعاف على الأقل هذا العضو الصغير الجديد الحساسين يتمتع شبك أعصاب وإنهاية عصبية تجعله أكثر تحس سمي من عضو الرجل ثلاث مربات أو ثلاث أبعاف والبرماء الإخصائيون يقولون أي مفتصون ليس لهذا العضو وظيفاً إلا لإمتاع الجزي الله خلقهم لكي يعطي المرأة إشباعاً وإمتاعاً وليد جزي الله عز وجل هو الذي خلقه لذلك مقلوق لذلك أصلاً هو مقلوق لذلك وأما الشهران الصغيران لذلك المنورة فهما أيضاً يتحسسان في أقل من تحسس الضر تحسسهما أقل من تحسس الضر لأنهما الأكثر تحسساً بعد الضر للجس أو اللمس أو التناول بالليات الرجال بالأسف فالأمورنا جاء العرب كثيراً يظنون أن أهم مفتة في هذه العملية هي قاع الرحمة قاع الرحمة عنق إيه أضاياً في قاع إيه مهبل المرأة وهذا غير صحيح بل هذه المنطقة تقريباً معدومة الإحساس ولو كان فيها إحساس لماذت المرأة عند الوضع تموت أو أجعلها معدومة الإحساس حتى لا تموت الوضع للألم في ساعة المناتب هذا غير صحيح ما كان المتعة الذي يعطي المرأة قصتها في الانتدار كان رسل طبعاً بعض الناس قد يشتغل هذا الكلام ويشتغل هذا الطرح من أصلي لكن سنقول له لا تكن أناليكاً وسل نفسك يا رجل لو قرمت أنت هذه المتعة ما هذا سيكون موقفة كيف سنستحيل حياته هماً وغمداً وفرقمداً عفواً وسوجاوياً من حق المرأة الرجل على الضغط ويشتغل الزواج كلها مقدمة أكبر أن تحضر له المتعة والملدة حتى تشعر بالارتوار والإشفاع في نظام مؤسس الزواج نحن نصر على الأمر طيب، إذا بما أن الشفرين الصغيرين، وأيضاً الشفرين الكبيران لهم وظائف أخرى أقل همية كنت العملية الجلسية لكن لهم أمية أيضاً في مسألة الولادة ولهم أمية أيضاً في دوسية ألف مع الشفرين الصغيرين الشيء أخرى كبيراً ولذلك أعتقد بعد أن نفهم وظائف هذه الأعضاء والأخواة التي خلطها الله بما ولها سنتوقف كثيراً قبل أن نتلي أدراعي في استحساناً فترجتك القطع القطع كله أو القطع الطرس عن قطع كل الأعضاء ودشويه المرأة جنسياً ونفسياً وبعد ذلك طبعاً نستفيداً للأسف الشديد علينا أن نوقف طويلاً نتوقف طويلاً